خلينا ناخد على التليفون النقد الرياضي أحمد صبري ونلم معاه كل النقاط دي هو دلوقتي في إيطاليا وهو حضر كمان اللقاء بالأمس يعني يا كابتن أحمد أنا برحب بك في البداية صباح الخير صباح الخير أرحب بك ورحب بك أهلا بحضرتك ومبارح يعني أجواء كانت جميلة جدا جدا وخليني بس قبل ما نخش في التفاصيل احكي لنا كده أجواء المباراة في البداية كانت عاملة إزاي في الملعب ومواجهة طبعا تعتبر تاريخية بين نتكلم ميلان وليفر بول تفاضل فاند طبعا من برحل الجمهورة كانت الأجواء الجمهورية عظيمة جدا كان مسبوح بحضور 75% كانت الـ 75% من ديب الكامل حوالي 7-30 ألف تذكرة اتبعت من حوالي آخر تذكرة اتبعت من حوالي 10 تيام أو أسبوعين كان جمهور ميلان طبعا متحمس ميلان مرعبش في توري أطار أوروبا من موسم 2013-2014 وبالتالي وجوده في البطولة اللي تور بلقبها سبع مرات قبل كده ووجود أمل للتأخل دور الـ 16 ده ساعد على أنه يجيء بكساتة خصوصا من الفريق كمان نتائجه في البطولة المحلية في توري أطاري نتائج ممتازة جدا ونتائج مميزة الفريق ما عاشهاش من سنين طويلة على ناحية التانية ليفربول كان موقف مختلف ليفربول حسب التأخل متصدر المجموعة كذبنا الخمس مطشوط القبل كده وبالتالي كان الوضع بالنسبة له مختلف هو داي بدون ضغوط يورجين كلوب يتكلم قبل المبارسة وضمر الصحفي أنه هو حيدور الفريق هيريح بعض النجوم وداله حصل فعلا لما شفنا التشكيلة باستثناء عدد أوليل جدا من اللعيبة على رسل صبعا محمد صلاح صحيح كان أغلب التشكيلة مش من اللعيبة الأساسية فبالتالي كان الموقف مختلف شوية الأجواء جماهرية كانت حلوة الأجواء كانت في الملعب المبارسة كانت مميزة جدا اللقاء نفسه يمكن فنيا كان فيه واضح اختلاف رغض من الفرقون ملعبش للأساسيين بس واضح فرق المستوى كتير جدا ما بين الفرقين نيلا بوعده عن الفطولات الأوروبية الاسمين طويدة نخليه مقبارش يجاري فريق حجم نيفربول كان بطل أوروبا 2019 وبطل الدولة الإنجليزي في 2020 ومنافس دلوقتي على لقاب الدولة الإنجليزي الفرقات كبيرة رغم التاريخ الكبير للفرقتين ولكن الحاضر مختلف وبالتالي ديفربول مبارح ما عماش قالص عشان يكسب المداراة حتى لو بلعب بالصف التالي كويس جدا طب بالنسبة لمحمد صلاح برضو هل بتشوف ان هو لسه بيتمتع بشعبية في إيطاليا ولا الوضع الشوية مختلف محمد صلاح خلاص دلوقتي يعني عدى مرحلة الكلام عن شعبيته صحيح محمد صلاح ماشاء الله دلوقتي خلاص يعني في حتة تانية ربنا يا كريمه دايما طبعا خلاص محمد صلاح دلوقتي اسمه أشهر من نوع العالم في أي مكان في العالم في أي ملعب في العالم من برحة حتى وحنا في المباراة كان في حوالي يعني أنا مش عارف العدد بالضبط بس حوالي 3-4000 مشجع إنجليزي لفريق ليفر بول محمد صلاح هو اللي واخد الجماهرية الأولى والشعبية الأولى الأغاني كلها أغلبها لمحمد صلاح لما نزل الملعب هو واضح إنه نجمي الفريق خلاص دي حاجة يعني بقت واضحة وبقت حاجة محسومة وبقت حاجة ملموسة جدا أكتر لعيب بيتغناله أكتر لعيب واخد وضعه جماهريا أكتر لعيب عليه لعين لا ما شاء الله محمد صلاح يعني ربنا يا كريمه يعني وصل لمنطقة كبيرة جدا وإن شاء الله في مزيد يعني بإذن الله لو رحت معك بقى كابتن ليه أداء إبرايموفيتش يعني برضو إبرايموفيتش حالة برضو خلينا نتكلم حالة استثنائية إلى حد كبير ليه مفعول كده زي السحر بصراحة أنا من الناس اللي أحبه جدا يعني وليه تأثير على لعيبة الميلان فإمبارح برضو سر الروح دي وهي الأداء والتأثير على الملعب واللعيبة برضو لو تكلمنا عنها إبرايموفيتش طبعا نجمي كبير جدا الكريزمة كبيرة جدا إمبارح حتى الموزيع الدخلي هو بيقول تشكيل بتعميلا أكتر العيد خد تشجيع لما تقل اسمه في التشكيلة كان بلاتا إبرايموفيتش ولكن بعيدا عن الجماهرية والكريزمة لأنه دي كريزمة كده دايما نجازب للأنظار جايما نجازب للكاميرات ولكن السن في النهاية لحكمه بلاتا إبرايموفيتش فوق اللي 40 سنة المجهود البنني مهما كان قوي بدنيا مبقاش ذي الأول المرضود الفني في أرض الملعب مبقاش ذي الأول دوره القيادة أكبر من دوره الفني في الوقت الحالي في الميلان صحيح ووجود نجمي كبير ووجود عنده خبرات بيدي ثقة للحواليه بيدي ثقة لزمائله ليه دور مهم جدا في لم الشامل في قط الليبس بيعتمد عليه المدرد في أدوار كتيرة جدا رغم أنه مش كابتن الفريق كابتن فريق همانيولي مدافع الميلان ولكن هو ليه دور قيادة ليه دور مهم جدا أعتقد أن الأدوار في غرف خلع الملابس والأدوار الخارج المستطير الأخضر لزمائله أكبر بكتير من الأدوار الفنية اللي بيعتمد عليه المدرد طبعا هنجمي نجيه حتى فنية أنا مش بقلل منه ولكن بحكم الزمن هو ليه أدوار تانية في تركيز عليها واضح من إستارة الميلان ومن ستيفانو بيوري المدرد مدير فني الميلان طيب أنا هروح معيك برضو وتوقعاتك مين هيوصل للمربع الدهبي بقى في البطولة نقدر نقول والله صعب احنا القرعة ان شاء الله يوم الاثنين نعرض فيه لسه مباريات لحسم بعض السرق المتأهلة دور الستاشر هيبقى فيه قرعة لسه يوم الاثنين قرعة دور الستاشر قرعة دور الستاشر بيبقى حاكمها بعض القواعد شوية وهي أن ما ينفعش فرقتين من نفس البلد يلعبوا بعض وطبعا الأوائل بيلعبه أوائل المجموعات بيلعبوا من تواني المجموعات بعد كده لما هنيه ندخل تاني على دور الثمانية فيه قرعة تانية وحيبقى فيه مباريات أخرى ومواجهات أخرى احنا ما نقدرش نجزل قوي للوقت متقدرش حتى تستاشعير متقدرش تشوفها كده بتوقع يعني حاليا هيبقى صعب والله هو فيه فرق أصلي يعني احنا ما نعرضش برضو دور الستاشر ده هيبقى في شهر اثنين ودور الثمانية هيبقى هنخش في شهر أربعة احنا رسه بعيد قوي مستوى بتضغير فيه انتقلات يناير فيه حاجات كيرة لا أنا بتكلم بالمستوى الحالي بزبط لو بنتكلم عن الوقت لو بنتكلم عن اللحظة الحالية لا طبعا الفرق الإنجليزية تحديدا ليفربول منشستر سيتي تشيلسي ومعاهم باير ميونيخ دول المرشحين الأوائل بدون شك على المستوى الحالي وعلى اللي تقدم خلال دول المجموعات دول أبرز الفرق أقوى الفرق عندهم دكة جدلاء قوية جدا عندهم شخصية في الملعب في اللحظة الحالية أكيد دول المرشحين الأوائل اللقاء ديجي بعديهم بعض الفرق زي ريال مدريد مثلا في الصف التاني شوية فريق وايس فريق بيقدم بشكل مميز جدا ولكن الفرق اللي حنا هنا في أول دي لا واضح ان فيه فروق في المستويات عن باقي فرق خلال مباراة دول المجموعات شكرا أحمد أنا بشكورك جدا جدا على هذه المداخلة وترجع بالسلامة إن شاء الله شكرا لك جدا